كمان شيء مهم لحضراتكم عشان تبقوا عارفين ايه هي الفئات المستثناء من حضر التجوال في عدد من القطاعات العاملين فيهم بيتم استثناءهم وبيقدروا انهم يمشوا في هذه الظروف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر قيمة بهذه الفئات من المواطنين المستثناء من قرار حضر التجوال ويقدروا انهم يتحركوا طبعا بعد اثبات الهوية واثبات الشخصية في مجال اغذية مثلا بنتكلم على التموين السوبر ماركت خارج المولات محلات تقديم الاطعمة خارج المولات طبعا الجماعة الديليفري بيقدروا انهم يتحركوا مفيش مشكلة في المجال الصحي بيتم استثناء العاملين في المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والاجهزة الطبية ومكاتب الصحة والصيدليات في مجال النقل بيستثناء افراد خدمات الامداد والتموين للقطاع الصحي والادوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي وتشغيل المواني ونقل البضايع والطرود والتخلص الجمركي والمستودعات والمخازن الجمركية والعملين في تطبيقات التوصيل للانشطة المستثناء في مجال الطاقة بيتم استثناء العاملين في خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز والعملين في محطات البنزين كمان في بيستثناء من قرار حظر انتقال المواطنين بين المحافظات كمان الخدمات التأمينية الصحية العجلة برضو بنتكلم على مجال المياه ومحطات الموارد المائية والريب يتم استثناء العاملين في خدمات الطوارئ في شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه برضو في مجال البنوك تم استثناء العاملين على تطبيقات المشاريع الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي الناس اللي تشتغل بتصلح الماكينات دي بتأمن الماكينات دي برضو تم استثناءهم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيأكد على أهمية قيام العاملين في هذه الأنشطة بتطبيق كل الاحترازات الصحية الصدرة عن الأجهزة المعنية وطبعا جزء من هذه المنظومة هم الناس اللي شغالين في الصحافة وشغالين في الإعلام عشان يقدروا ينقلوا لحضراتكم الأخبار أولا بأول